القاهرة الجميلة تتزين القاهرة الجميلة وطبعا لازم نقول عليها القاهرة الجميلة القاهرة كمان تغيرت يعني كتير من الناس اللي بتسافر وتيجي بحسوا انه القاهرة بقت ممتدة يعني زمان يعني من عشر سنوات كنا بنقول على القاهرة والجيزة القاهرة الكبرى بس الحقيقة هي بقت القاهرة الكبرى جدا يعني العمران التشييد البنى وكمان التجميل والجمال أنت بقيت تمشي في أماكن في القاهرة أحيانا تقول إيه ده والمكان ده إيه اللي حصله ولازم يبقى معاك يا إما جي بي أس يا إما خريطة كمان التجميل على الأماكن الأثرية والأماكن السياحية الحقيقة يعني العمل شغال بقاله فترة على قدم نوساق طول الوقت أنت بتشوف قاهرة جميلة من حوالي كم يعني من أي يومين تلاتة تقريبا كان عندي تصوير لبرنامج بيت للكل في منطقتين منطقة القلعة والمنطقة الثانية منطقة سيدنا الحسين كنت سعيدة جدا أولا القلعة من الأماكن البديعة حقيقي بديعة فيها كده يعني عظمة وأثار جميلة والمنطقة والجامع جامع محمد علي من المناطق الجميلة حقيقي كمان منطقة سيدنا الحسين وسيدنا الحسين تحديدا والسحة حاجة بديعة والتطوير ويد الترميم اللي موجودة في المنطقة إن شاء الله يعني هنخرج بنتيجة كلنا نحتفل بيها وده اللي أنا عايز أبدأ به معيكم لأن القاهرة دايما الحقيقة وحتى تلاقي دايما الناس تقول يعني الإخوة العرب لما ييجي يقولك والله القاهرة حلوة كتير في الليل لا هي حلوة في الليل وحلوة في الصباح والخبر بيبدأ دلوقتي اللي أنا هقوله لحضراتكم لأننا سنحتفل بالقاهرة تحتفل القاهرة بداية من الحد المقبل باختيارها عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي وذلك بصور القاهرة الشمالي وأكدت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبدالدايم على بدء فعاليات الاحتفالية من خلال استعراضها تقرير ده كان أمام رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حول فعاليات اختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022 من جانبه أوضح مدبولي أن هذا الاختيار يعكس نجاح وزارة استقافة في تنفيذ استراتيجية الدولة في ظل اهتمام رئيس عبدالفتاح السيسي بصون وحفظ التراث المصري على كافة الأصعاد وبذلك كمان نرى كافة المساعي التي من شأنها الترويج لقيمة هذا التراث وعراقة مصر بين دول العالم أجمع وإحنا الحقيقة بالعين المجردة شايفين بنفسنا كل هذا الكلام القاهرة تتجمل والقاهرة الحقيقة حتكون في شكل جميل والاحتفال حيكون يوم الأحد المقبل إن شاء الله الناس تحتفي بيها وكان مفروض أن الاحتفال الحقيقة ده من عشرين عشرين لكن علشان نظرا لجائحة كورونا تم تأجيل الاحتفال والاحتفال حيكون إن شاء الله يوم الأحد المقبل حنستمتع بهذه المشاهد